الوصفة هذه للصابلي لا تخطينيش من الدار كلما يخلص نزيد نطيبه من كثرة ماهو بنينه وهشيش والاهم اقتصادي ومقاديره متواجدين في كل دار يلا نشوفوه كيف كيف وكي نوجد الصابلي التاعي لازمني 250 جرام مارغارين بدراجة حرارة الغرفة طفتق لهم قرصة ملح و لاباني بعد زيت لهم بيضاء بدراجة حرارة الغرفة كاس غربوع سكر ناعم و نصف كاس زيت نخفق كامل مكونات مع بعض جيدا حتى نتحصل على قوام كريمي بعد نضيف النشا كوكا و محمص و مطحون ناعم و خميرة كيميائية نخلطه مع بعض جيدا و نضيف الفارينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة كونترية كي نتحصل على القوام المطلوب نخلي العجينة التاعي ترتاح على الاقل مستعى في الثلاجة بعد نحلها على سمك رافيع نوع الماء و انتباعها و ضروري بعد ما نشكله صابلي تاعنا ندخله الكنجيلاتور مدة تربع ساعة قبل ما نحطوه في صينية الفرن باش هكذا يحافظ على الشكل تاعه وهنا بعد ما طيبت صابلي تاعي لدراجة 180 و خليته برد رايحا نلصق كل زوج حبات بالمعجون و ياريت لو كان يكون المعجون تعتشينا راح يعطيه واحدة البناء هايلا و انا كما تعرفوني الاطباق التاعي دايما نحب نعطيهم لمسة جمالية وصلنا لهاية الفيديو ما عليكم غير تقولولي و شارككم في صابلي تاعنا تاعليون اي شاهي و لا 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 اشتركوا في القناة